موسيقى مشاهدين أهلا بكم لحوالة أقصى المرتقبة لهذه الليلة ولصابحات الغد دن الوضعية الجوية إن شاء الله لهذا المساء إذن تبقى سحب المغشية إن شاء الله تميز المناطق الوسطى الداخلية الوسطى وجل المناطق الوسطى تكون متفرقة نوعا ما بباقي الولايات بالشريط السحلي باقي الولايات بالأوراة لغاية الجنوب الشرقية مرتفعة الصحراوية سماء صحوة صافية ومشمسة امتداد الصفاء لغاية تقسى الجنوب وسط الصحراء الصوراء أيضا نفس الوضعية الجوية لكن تبقى هناك سحب المتفرقة تتمركز بالولايات الجنوبية الغربية للوطن أيضا بوسط شمال الصحراء بالنسبة لدرجات الحرارة لهذه الليلة حول الله درجاتها الدنيا فصلية على كل الولايات الشمالية الوطن ترجع إن شاء الله محسوس سيموس كل الولايات الداخلية والهداب العودية أيضا الشرقية 13 درجة لـ 14 كأدنى مقياس بمرتفعات الوسطى والهداب الشرقية للوطن 15 درجة تاليها بمرتفعات الغربية ثم 17 أيضا 15 درجة بنفس المقياس بالسواحل الشرقية ثم 17 درجة بجلفة لمسي لمنطقة الأغواط 13 درجة نسجل هذه المقياس بكل من السواحل الوسطى إلى غاية السواحل الغربية للوطن 20 درجة نسجلها بالوديو وبرقلاء نفس المقياس بمنطقة إليزي غادايا أيضا نفس المقياس 22 درجة نسجل هذه المقياس بباتنا خانش لاصوغر هزقال ماميلا ودبسا نفس المقياس يسجل إن شاء الله بمنطقة تامن راست 23 درجة أيضا نسجلها بمنطقة الصورة 25 إلى 24 درجة بكل من تندوف وبرج باجي مختار أدرعين صالح تميمون أعلى مقياس يكون بأقصى الجنوب 26 درجة بالنسبة لحالة التقس لصابحات الغد بحوية إذن حالة التقس تبقى السماء الصافية على السواحل الغربية للوطن مغشت جزئيا على باقي الولايات الشمالية سواء من وسطة والشرقية أيضا ريح قوية تؤدي أو ريح قوية تكون بالمرتفعات الغربية للوطن سماء صافية تماما تميز كل من الأوراس الشمال الصحراء باقي المرتفعات الوسطى إلى غاية الصورة والجنوب الشرقي الصفاء يمتد إلى غاية وسط الصحراء والمرتفعات الصحرية وأقصى الجنوب بالنسبة لدرجة الحرارة لصباحات غداء الاثنين بحول الله درجة حرارة دنيا أو ثلاثة أقول درجة حرارة دنيا فصلية إن شاء الله على كل الولايات الشمالية للوطن 32 درجة المقاس يسجل بكل من السواحل الشرقية أيضا السواحل الغربية الهضاف العليا الوسطى 36 درجة ببقي الولايات والمرتفعات الوسطى للوطن أيضا بمرتفعات باتنخلص لصغر حزقان مميلا واتبسا 34 درجة بمرتفعات الغربي نفس الميخة تقريبا بمرتفعات 8 ناستة المرتفعات صحراوية 31 درجة نيتل هوغر واتسلي 37 درجة بكل من إليزي الودي وورقلة منطقة غردايا منطقة بشار السورة الأمومة 41 درجة إن شاء الله بمنطقة تين دوفا 39 درجة بأقصى الجنوب أعلى ميقي 43 درجة يبقى ببرج باجي المختار بالنسبة للملاحة وصيد البحر مشاهدنا البحر بحول الله يبقى هذه إنسبيا إن شاء الله على طول الشريط السهلي بفعل أريحلي رح تكون شمالية غربية بسواحل الوسطى والسواحل الغربية في حين تكون شمالية شرقية بالسواحل الشرقية سرعة الريح إن شاء الله قد تصل إلى 20 كم في الساعة الختام بالمعلومات الفلكية الخاصة بالجزء العاصم وضوحي مع شروق دائما وغروب الشمس التفاصيل المعلوماتك ترتابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي اشكرككم على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة